مبارح في احتفالية المولد النبوي الشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كرم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطروتي اللي كان موجود وكان بيتحرك على كرسي متحرك نتيجة اصابته في قدمه ومنحه التكريم يعني الشيخ يعني ألف سلامة طبعا على الشيخ الطروتي لأن يعني ليه إسهامات كتيرة جدا وصوته زي ما سمعنا فيه اللقاء مع الشازلي يمكن هو مدرسة مدرسة خرجت أجيال كتيرة وكلنا بنسعد ونتشرف أن يعني الشيخ الطروتي هو أحد المشايخ المصريين اللي بيشرفنا دلوقتي كمان ومعانا عبر الهاتف صباح الخير شيخ عبد الفتاح صباح الأنوار مبارك الله فيكم وحفظ الله ومده من كل مكروف يا رب الله مالين ربنا يبارك صحة الله ألف مبروك وألف سلام أشكركم على هذا الشعور الطيب وعلى هذا اللقاء الجميل يعني التكريم في القلوب هو أعظم وأكبر من أي وسام لأن أي إنسان مهلا يكرم وماليوش حب في قلوب الناس أعتقد أنه ما حصلش على أي شيء في الدنيا صحيح أنا شايف أن الحب الذي لمسناه منكم ومن الكود المحبين يعني الكود المتابعين يعني أشعرني بالتكريم الحقيقي أن يكون الإنسان تواجد بحبك وبأحلاقك يا شيخ عبد الفتاح حضرتك متواجد في بيوت كل المصريين يعني مش عايزة أقول الغالبية العظمى لا كل المصريين ربنا يدون نعمة القرآن في بلتنا جادنا يا ربنا يا رب الله أكيد إحنا شايفين مع بعض على الشاشة مشاهد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيطمن على صحتك وبيكرمك لسبب يعني إنما كان عندك إصابة الحمد لله على سلامتك أول أولا يعني لطاعتك تأخذ هذا الشكل بظاهره إنما خزور بكل المعاني الجليلة الإنسانية الأخلاقية الفاضلة وشخصية هذا المتعين الإنسان الذي يملك قلب والله أنا لا أكون ذلك إلا بالله بباركة عنه هذا الإنسان تمت فيه حلال الأرض بقاطة الإنسان المصري الذي يحب أفراد شعبه ويريد أن يكون من أبناء شعبه لماذا يفتخر بها أمام العالم هذا الواجب هو الذي يعني يأخذ بأيدينا ليرى العالم إنجازاتنا في الشخصيات الثانية الفراقية المتميزة المتفردة يعني مين يظهرنا للعالم إلا قائد ودعين ورئيز فعلا فخور لأبناء وبسعبه وأنا أحب أكاري المبينة اللي عملوا معي ومبينة اللي عملوا مع المتميزين مع أبناءنا في الإنسانية وفي جماعة كنات السويل إزاي كانت أخور بيهم ونقول لا يمكن لأم أن تضيع وفيها مثل هذا الشباب العالم الواعي الطاعد الذي ينتظر مستقبل مشرك ولا يمكن أن تدير عليه الدنيا أو نخاط عليهم فيهم شيخ عبد الفتاح أنا شايف حوار بينك وبين سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى الود كنتم بتقولوا إيه وكنتم بتكلموا في إيه أولا يعني أنا فعط ما وصلت كان عندنا يعني مشكلة كبيرة يعني كيف يفعد أن سيدة طروفي بالكرسي متحرك نضع في الكواليد خلف المصلح عشان لما ينادى على إثني أكون قريب جدا لدخولي سيدة الرئيس ولي هنشيل عيشيلوني بالكرسي ولي هطلع على أركاز وأنا مش قادر أقف على رجلية لأنني عامل صراحة ومطاقين ربنا يديك صح عبد السلام عليكم أبعا يعني إذ مدير دكتور أحمد أمر هاسل من الدين الصحبة نظرا لكبر فيمه ومطنة العلمية بس أنا أقل من إنه ينزل ومطنة العلمية والدين أبي أحبتها ينزل بس حضرتك برضو ليه قيمة وقامة علمية برضو في قلوبنا جميعا هنا يبارك لعمرك يعني أنا أنا يعني اتكترت هذا الشرف على نفسي نعم مثل ما عامل فقامة الرئيس ينزل وبعدين يرجع تاني لقد كان كان أنت أول واحد في الطاقة الأول على اليمين تانيزل لسلطة الرئيس بقوله بتنصنع عليه لما جهلك لتكريمه بيباج على رأسي ووصام على قدري ومضية تكريم ذاته أكبر من أي وصام أحسر عليه يمكن نكون تعودنا على الفتاة الإنسانية التلقائية اللي بيقوم بيها دايما سيادة الرئيس وكل مرة بيبهرنا بشكل مختلف ولكن إحنا دايما حسين بقربه مننا ودايما حسين بإيه بيتصرف بمنتهى التلقائية ومع كل الناس هو ذهل اللي احنا مش عاودين وناخده على إنه عادي وعاودين ننظره بمعاني أسمى من إنه شيء عادي نادل لشخص عنده ظروفه ولاخله هذا الإنسان الطبيعي البسيط المحب الذي ليس عنده تكلف الذي يتعالى معنا كأب كبير للعائلة المصرية يجب إنه إحنا نجد بهذه العائلة ونتقدم رئيسنا ونجله ونعطيه من التقدير لأن من الإسلام ومن الإيمان أن نجل ولي أمرنا سنعطيه من التقدير والإجنال لا يليق بقدره ونتناسى أي سمبيات أو أي خلافات لأن إهضار كيمة وكرامة كبير لعائلة هو إهضار للعائلة المفهوية كلها بالكامل ربنا يبارك في صحتك مبروك عليك التكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح التاروتي شكرا لرجودك معانا ومبروك عليك التكريم يعني شكرا شيخ عبد الفتاح التاروتي وألف سلامة على حضرتك ويا رب كده يتم شفاءك على خير